السلام عليكم العبار يا جماعة عمليني في صديق كلمني من فترة عنده قناة مليونية هوريكم القناة دلوقتي وقال لي القناة وقعت جدا بعد ما كنت بجيب آلاف المشاهدات دلوقتي بجيب 800 مشاهدة 1000 مشاهدة 2000 مشاهدة فالقناة اتضمرت حرفيا طب انت عملت ايه هل انت انقطعت فترة عن اليوتيوب قال لي لا هل انت غيرت المحتوى قال لي لا ما غيرتش المحتوى طب انت عملت ايه قال لي حزفت مجموعة من الفيديوهات القديمة كانت الجودة بتاعتها مش احسن حاجة فانا حبيت بقى اطور في القناة واعمل شغل عالي فحزفت مجموعة من الفيديوهات طوله بس هو ده السبب حسف الفيديوهات يا جماعة بيؤثر بالسلب على القناة وخاصة الفيديوهات الاكثر مشاهدة الفيديوهات دي هي اللي بتكون شايلة القناة هي اللي بتكون ظهرة في المقترحات بتكون ظهرة في نتائج البحث بيكون اليوتيوب عرف محتوى القناة من خلال الفيديوهات دي وبيرشحها الناس اكتر فالفيديوهات دي بتكون مصدر للمشاهدات دايما بتكون مصدر للمشتركين دايما فلما اطير من اليوتيوب تتحزف مايبقاش لها وجود بتتشال من المقترحات بتتشال من النتائج البحث بتتشال من الاب نيكست اللي هي الفيديوهات التالية تيعتبر من المقترحات برضو بالتالي القناة بتقع القناة اسمها قناة الأستاذ حسام عبد الراضي قناة مليون مية واربعين الف زي ما انت شايف الفيديوهات بتاعة القناة فيديو من ساعة 370 مشاهدة طبعا الفيديو داي اعتبر ترند في المحتوى الديني هو قناة محترمة جدا قناة دينية بتكلم عن فضل العشرة من زول حجة فداي اعتبر ترند في المحتوى بتاعها فجاب 13000 من 3 تياب لكن مثلا الفيديو داي جاب 828 فيديو زي داي جاب 1300 1800 2500 2500 1200 1200 وهكذا فالمشاهدات زي ما انت شايف مع ان تم تحسين المحتوى تم تحسين المونتاج الجودة بتاعة الصوت كل حاجة تحسنت لكن للأسف المشاهدات وقعت جدا بالرغم انه قبل كده كان بيجي مشاهدات اكتر بكتير طوله طب تواصل مع دعم اليوتيوب بحيث ان انت تقدر ترجع الفيديوهات قال لي لا دا الموضوع دا تقريبا بقى له 6 شهور او 5 شهور انا مش فاكر الرقم بالزبط ولكن هو قال لي انا حزفت الفيديوهات دي من فترة فللأسف حتى لو تواصل مع دعم اليوتيوب الفيديوهات المحزوفة بتقعد فترة في الخوادم وفي السيرفرات بتاعة اليوتيوب وبعد كده بتتحزف خالص لكن انت لو حزفت كم فيديو وتواصلت مع اليوتيوب على طول خلال كم يوم كده ممكن الفيديوهات دي ترجع فيا جماعة ما تحزفش فيديوهات في قناتك حتى لو الجودة بتاعتها قليلة اعمل محتوى جديد بجودة اعلى في نفس المواضيع وبما ان اليوتيوب بيقترح الفيديوهات دي وبتظهر في نتائج البحث فبالتالي هيعمل ربط بين الفيديوهات الجديدة اللي جودتها اعلى وبين الفيديوهات اللي قديمة اللي مش عاجباك اللي يعتبر هي شايلة قناة طيب لو حزفت فيديو او اتنين او عشر فيديوهات والمشاهدات بتاعتهم طفيفة جدا ومش بيجيب مشاهدات ومش بتظهر في نتائج البحث اكيد هيبقى التأثير اقل بكتير من انك تحزف فيديوهات عليها مشاهدات عالية وبيتجيب لك مشتركين كتير فاخدها قاعدة عندك ما تحزفش فيديوهات في قناتك لمجرد ان جودتها ضعيفة او ان المنتج مش عاجبك او ان مستوى مستوىك في البداية ما كانش احسن حاجة ما تحزفش فيديوهات احزف فيديوهات في حالة ان الفيديوهات دي انت غير راضي عنها اخلاقيا ان هي فيها مشاكل ان هي يعني حاجة بعيد عن المحتوى او الجودة او الكلام ده طيب لو انا عندي قناة لسه ما فعلتش الربح ولسه بقولي هادي وحزفت بعض الفيديوهات التأثير اول حاجة لو الفيديوهات دي عليها مشاهدات كتير وبيتجيب لك مشتركين وهكذا فبرضو بيبقى التأثير سلب ده رقم واحد رقم اتنين الساعات بتاعت المشاهدة بتطير بتتحزف من تحقيق الربح يعني شروط تحقيق الربح بيبقى فيه اربع تلاف ساعة والف مشترك او عشرة مليون مشاهدة الفيديوهات شورتس فانت حزفت فيديو فالساعات بتاعته هتروح ونفس الموضوع بينطبق على انك لو عملت فيديو غير مدرج او خاص برضو الساعات بتتحزف فلازم الفيديو يرجع علني علشان الساعات ترجع تاني طيب ايه الحل انا حزفت فيديوهات سواء قناة كبيرة او قناة متوسطة وحزفت مجموعة من الفيديوهات ايه الحل هل ممكن القناة ترجع لطبيعتها ايوة ان شاء الله ممكن القناة ترجع لطبيعتها ولكن لازم تعمل نفس نوعية الفيديوهات اللي تحزفت حتى لو انت فاكر العنوين اكتب نفس العنوين واكتب نفس الاوصاف ان شاء الله مع الوقت ومع الاستمرارية ومع الانتظام القناة ترجع تشتغل مرة تانية بتمنى بقى تكتبولي تجاربكم في التعليقات هل انت مرت بتجربة زي كده ولا لا هل حزفت فيديوهات عملتها خاص عملتها غير مدرج وايه التأثير بالنسبة لك وهل تم يعني انت عاشت للقناة مرة تانية ورجعت زي الاول ولا الوضع لسه زي ما هو مستني تعليقاتكم لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته